مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد أزمة الطاقة في أوروبا النتيجة عن إيقاف روسيا لضخ غازها أصبحت النرويج بشكل متزايد دولة مركزية لأمن الطاقة في القارة العجوز فوفقاً لتقارير صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أصبحت أوروبا تعتمد بشكل رئيسي على أسله لتمكينها من اجتياز أشهر الشتاء المقبلة ما جعلها لاعباً رئيسياً في صناعة النفط والغاز في العالم وتتوقع النرويج أن تبلغ إيراداتها من النفط والغاز هذا العام حوالي 109 مليارات دولار لتحقق بذلك زيادة قدرها 82 مليار دولار على ما كانت عليه في عام 2021 موقف جديد وضع النرويج كذلك في مرمى الاتهامات إذ يقول بعض الأوروبيين أنها تتربح من الحرب بسبب عائدات النفط والغاز غير المتوقعة إضافة لارتفاع الأسعار القياسي خلاف بعض الدول الأوروبية مع النرويج تزامن كذلك مع خلاف آخر أوروبي أمريكي حيث أطلقت دول مثل فرنسا وألمانيا انتقادات حادة للولايات المتحدة لرفعها أسعار الغاز لمستويات قياسية بما يمثل حرباً اقتصادية أمريكية على القارة وأمام الحيرة الأوروبية لإيجاد بدائل للغاز الروسي يمتد الانقسام إلى داخل الصف الأوروبي فأكثر من خمس عشرة دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تطالب بآلية صقف مشترك لأسعار الغاز في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة إلا أن المقترح يواجه حالياً معارضة ألمانية وهولندية خشية تسببه في تحويل مسار الإمدادات بعيداً عن أوروبا وعلى وقع أزمة أسعار الغاز وما تبعها من ارتفاعات غير مسبوقة في تكلفة المعيشة يتخوف الكثيرون من اتساع الاحتجاجات الشعبية ضد غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة الفواتير التي باتت تستنزف جيوب المواطنين الأوروبيين